السلام عليكم البنات كنتمنى تكونوا باخير والاخير اليوم ان شاء الله هنقدم عليكم واحد المقارمشات اللي كيجيو بزوينين بزف بزف كنقدموهم الاطفال دينا غير بسيطين بطريقة بسيطة غير بخبز تورتيلة او خبز تاكوس اللي كيكون عندنا شايت في الدار كنصوبو به شيبس او مقارمشات الاطفال دينا كيجيو بنينين بزافة البنات كنتمنى تجربوهم الصراحة كيما كاتشوفوا او عندي هنا خديت واحد خبزة او خبزة تاكوس قطعتها على شكل اشريطة طوالين بوليت قطعتها او ثاني بالميقاس على شكل متلات او شكل على شكل فرمجة اعطتني هاد الكيميه لبأسه بها او زيت لها هنا واحد شوية زيت النباتية او كيما كاتشوفوا او زيت لها هنا واحد شوية نستمتغي بشوية دياللي بزار او باش مدينيش غي واحد شوية كيما كاتشوفو زيت هنا يعلي ازيت معها واحد شوية ديال الملحة بالنسبة لبنات الملحة ما تزيدوش بزافة لان الخبز التورتلا كيما قلت لكم مرها تكون ديجا ملحة وفيها الملحة ديالها لا داعي اللي ما بغاش ما يزيت ماشيو مشكل ما هي كنزيدوغي باش كننسمو عندي هنا يا زيت لها كدلك واحد شوية ديال الزعتر اللي يعطيها واحد نسمة بنينة بزاف زوينة وزيت هنا واحد واحد دراس المعلقة ديال الحرور بالنسبة للحرر اختياري ممكن تديرو ممكن ما تديروش وبالنسبة للبنات اللي عندكم الفابريكة ممكن انكم تديروها انا ما كانتش عندي مدرتهاش كيما كتشوفو كم بقون خلطو هاتشي مزيان تسا تنساجم داك المكونات مع بعدياتها باش ما كتجيش قابطها غيف بلاسو قابط او بلاس الله كتقبطو الزيت ديال كون في كاسرون او في ميقلات كتصخنوها مزيان كتبقو تزيدو كيميا بكيميا من تديروش بزاف لبنات الكيميا بزاف لانا باش تطيبوها الفرصة انها باش تحمر بالنسبة لطيب ديالها البنات غي كتشوفوها انها تدهبت صافي كتجمعوها ما كتخليوهاش انها تطيب بزاف لانا اللي خلطوها اد ممكن انها تتحرق لكم كيما كتشوفو معايا انا غي تدهبتلي جمعتها لانا كتولي ترجع عليها ذاك الزيت وكتولي تتحمر كيما كتشوفو كيما كتشوفو كما كتشوفوا معايا البنات هي كتجي كتقرمشة رائعة كتجي كتقرمشة في الفم وحد القرمشة زوينة وحد البنة رائعة وبالنسبة لبنات لي ما بغاش يقريها في الزيت ممكن أنه يديرها في الفران تحمر ما كتبقى في الزيت كتجي أحسن لكن من الصراحة تعجبكم الوصفة وتعطيوها لوليداتكم وتفرحوا بها وليداتكم وممكن أنكم تستعملوها في وصفات عديدة بحالة ججن محمرة لي كيكون في الفران ممكن أنكم تتقدموها معا كوصفة وكنتمنى لبنات تعجبكم هذا الفيديو وتابونوا معي وتدعموني باللايك وشكرا على المشاهدة ديالكم